موسيقى رح نحكي اليوم عن مسلسل بيبي هو مسلسل كويتي وبلش تصويره بالأيام القليلة السابقة وأعلنت عنه شركة الإنتاج إيكيل فيلمس كما أنه العمل بضم مجموعة من نجوم التلفزيون لكويتي والمقرر أنه يتم عرضه ضمن الماراتون الرمضاني القادم للرمضان 2022 أيضا قام بإخراج المسلسل محمد سمير وهو من تأليف الكاتب أحمد العوضي وبتدور أحداث المسلسل بإطار درامي شيق ومثير أما القنوات النقلة لمسلسل بيبي هنه فبيقوم التلفزيون لكويتي بنقل المسلسل على شاشته الفضية بالإضافة لمجموعة قنوات NBC وبالطبع منصة شاهد وقناة روتانا خليجية وأيضا قناة اليرموك وبشارك بوطوط العمال عدد من ألمع النجوم الخليجيين اللي بيطمحوا بانتظار النجاح الباهر للعمال عند عرضه بشهر رمضان المقبل ومن ألمع النجوم المشاركين هنه شجون الهاجري واللي قدمت دور بيبي وبشار الشطي اللي قام بدور ضاري وبتدور أسطوح حول حياة فتاة تدعى بيبي واللي بجسد دور الفنانة شجون الهاجري كما أنه بتدور أحداث المسلسل من خلال تعرض هاي الفتاة للعديد من المواقف الصعبة بحياتها اليومية واللي بتدور الأحداث بإطارة راجيتي واللي هو مبني على الروايات الاجتماعية للدرامية ورح يكون نوع الدراما الخاصة بالمسلسل مختلف تماماً عن الدراما الكويتية اللي تعود عليها المجتمع الخليجي ولكويتي إلا أنه الأحداث في السيناريو والحوار رح يوفر لنا مشاهد جذابة كتير رح يخلينا نتفاعل مع أحداث المسلسل بشكل كبير كما أنه بتحتوي القصة على القضايا الاجتماعية الجرية واللي بتعرض إلى معظم الشباب واللي بتكون مضمونة لعديد من التحديات والمفاجآت من خلال أصص الحب والأصص الواقعية بالحياة اللي بتمثل كتير من الأسر العربية